تعريف الإمبراطورية الرومانية المقدسة الحلقة العشرون من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سألتكم مصدر ومرجع المعلومات الإمبراطورية الرومانية المقدسة هي الوحدة السياسية التي ظهرت عند التتويج أوتو الأول في روما عام 962 ميلادي واستمرت إلى أن تنزل فرنسيس الثاني عن اللقب الإمبراطوري عام 1806 ميلادي وتذهب وجهة النظر الأوروبي الغربية إلى أن الإمبراطورية الرومانية التي أسسها أغسطس لم تنتهي بل توطفت فقط بتنازل آخر إمبراطور روماني عام 476 ميلادي وأن شالومان قد إحياءها عام 800 ميلادي ثم عاد أوتو إحياءها عام 962 ميلادي وأن تيل هذين الآخرين وريث أوسطين الشرعيين وكانت هذه الدعوة تناقض دعوة الأباطر الشرعيين الذين ذهبوا إلى أنهم وحدهم أصبحوا عام 476 ميلادي أصحاب اللقب الإمبراطوري الشرعيين وما حدث في الواقع هو أن أتلا من فريطي البيزنطيين والغربيين اعترف عموما بالآخر في دائرة نفوذه تمان التزاوج بين الأوسى الحاتمة الشرقية والغربية تانشى مألوفا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد